إذن مشاهدين الكرام نجدد الترحيب بكم في هذه الحصة الإخبارية على قناة الأخبار المغربية in 24 ماذا لو كرس النظام الجزائري الجهود المفرطة للدعاية وتضليل الإعلامي التي يفردها للمغرب لحل مشاكل الجزائريين وتحسين علاقات الجزائر مع جوارها كم من الزمن التنموي يهدره النظام العسكري في الجزائر على الجزائر نفسها وعلى المنطقة المغاربية ككل ولماذا لا يتحرج هذا النظام من المواقف المثيرة للسخرية التي يضع نفسه فيها حينما يربط كل مشاكل البلاد بالمغرب رغم افتضاح أمر هذا النظام حتى أمام الجزائريين أنفسهم والذين سائموا من حكاية المؤامرة والعدو الخارجي كشماعة وطوق نجاة كلما اشتد الخناق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على هذا النظام لتسليط الضوء على لعبة الدعاية والبروباغاندا وتضليل الإعلامي التي يعيش عليها نظام الحك حاكم في الجزائر يسرنا أن نصريف اليوم ضمن فقرة ضيف المساء الخبير في القضايا الجيوسياسية وتحليل البروباغاندا الدكتور أمين سوسي علوي دكتور مرحبا نميك أهلا وسهلا دكتور بداية لماذا كل هذا الارتهان المزمن لنظام الحاكم في الجزائر على الدعاية والتضليل الإعلامي ضد المغرب أولا لأن ليست هذه معلومات تقيقة ليست لديه ما يقدمه كرد على المشاكل البنيوية التي تعيشها الجزائر ليست لديه معطيات يمكن أن يفسر بها هذا الانهيار الاقتصادي الانهيار السياسي الانهيار المؤسساتي من الصعب أن يجد حلول مقنعة للرأي العام وبالتالي الطريق المختصرة والأسهل للوصول إلى الحشود هي اختلاق أوهام ضرورية يتم عبرها عدو ضروري لتصريف الأزمات وصرف الأنظار أيضا وصرف الأنظار وكذلك للتخويف لأن الخوف هو وسيلة للسيطرة على العقول كلما كانت الحشود في حالة ذعر كلما كانت إمكانية السيطرة عليها وتحركها إلى ما تريده الدوائر التي تقود لجزائر تكون أسهل حينما يكون العقل تحت تأثير الخوف وكذلك الغرائز العنيفة مثل الحقد كلما كان استفزاز هذه الغرائز أكبر كلما كانت القدرة على تطويع الرأي العام أكبر دكتور نبي العودة لتحميل النظام الجزائري المسؤولي للمغرب عن كل مشاكله لماذا لا يتحرج هذا النظام بالظهور في مواقف تبعث على السخرية أحيانا يعني كربط مثلا تقرير منظمة وهيئة دولية مالية دولية بالمغرب بعوط الرد بمربما عن طريق مؤسسات ديمقراطية مختصة لماذا هذا الربط لهذه الدرجة؟ أولا لأنه ليس لديهم وسائل بروباغاندا متطورة ومتقدمة هم يعيشون على إرث بروباغاندا الحرور الباردة والوسائل التقليدية في هذا المجال التي تجاوزتها الدول وكذلك الرأي العام بازلت له الخيارات أخرى يمكن عبرها التأكد من المعطيات الحقيقة أن هذه الدعاية موجهة في الأساس إلى الداخل الجزائري وبالتالي هذا النظام الذي يوجه إعلامه ضد المغرب بشكل مرضي يمكن تأكد من ذلك يكفي أن نطلع على وكالة الأنباء الجزائرية لنرى أن معظم أخبارها عن المغرب وعن القضايا التي تخص المغرب داخليا وخارجيا وبالتالي المعطيات هذه كلها موجهة للداخل الجزائري الرأي العام الجزائري بالنسبة لقيادات الجزائر ليست لديه تلك الأهمية القصوى ليتم تطوير وسائل حديثة إنما يتعاملون مع هذا الرأي العام كما يتم التعامل مع المجتمعات البدائية يعني يكتفون بتوجيه الأحقاد التاريخية التي انبانت أيام الحرب الباردة إعادة تدويرها بشكل مبتدل ورخيص لم تعود هناك الإمكانيات التي كانت يتم استخدامها آنذاك نعم بالفعل كيف لا ينتبه إلى أن هذه الدعاية وهذه البروبغاندا ربما لم تعود لها معنى في زمن الفيسبوك وفي زمن اليوتيوب في زمن شبكات التواصل الاجتماعي التي تفضح كل شيء أظن أنه هي سياسة الحد الأدنى بمعنى أنه ما يهم القيادة في الجزائر هو التعامل مع الرأي العام مثلما يتم التعامل مع الجماهير في الطرقات عبر علامات التشوير البروبغاندا في الجزائر هي ليست بروبغاندا متطورة وبالتالي الهدف منها هو توجيه الرأي العام إلى ما يجب أن يفكره في هذه المرحلة ولا يهتم حقيقة بالتلاعب الدقيق بالرأي العام الأولا لأنه ليست لديه الخبرة الكافية في هذا المجال وهو متجاوز في هذا المجال ثانيا ليست لديه الإمكانيات المادية حاليا لأن كل الثروات منهوبة وتصرف في أشياء أخرى لأفراد داخل القيادة الجزائرية خاصة طرف الجيش وبالتالي هذه البروبغاندا ركيكة تشبه إلى حد ما بروبغاندا الدكتاتوريات القديمة التقليدية التي تعتمد على وسائل أخرى لإقناع الرأي العام وهي الترهيب وبالتالي هذه البروبغاندا لم تعد قوية ولا مؤثرة على المستوى الخارجية أولا لا تؤثر بتاتا بدليل أن المواقف الدولية والرأي العام الدولي متعاطف أكثر مع المغرب برغم أنه لا يقوم بأي دعاية معادية للجزائر وبالتالي المغرب يكسب التعاطف بشكل تلقائي ثالثا لأن الرأي العام لأنها موجهة لرأي عام كان مضمون إلى حد ما بسبب إرث البروبغاندا أيام الحرب الباردة التي كانت تدعمه فيها دول أخرى كبرى لديها بروبغاندا متطورة قديمة كانت تملك أدوات البروبغاندا البلوك الشيوعي أنا ذاك كانت معسكر الشيوعي أنا ذاك كانت لديه إمكانيات هائلة في الترويج لإيديولوجيا اليسار الراديكالي التي كانت تسيطر على قطاعات كبيرة من الحشود في العالم وبالتالي كانت الجزائر تركب على هذه الموجة فقط الآن اختفت هذه الإمكانيات وبدأت تعتمد على إمكانياتها الذاتية وهي ركيكة جدا وهذا يمكن اكتشافه بسهولة يكفي أن ننظر إلى كمية الأخبار الزائفة التي تم تكذيبها بشكل بسيط سهل يمكن تحقق منه مؤخرا أحد خبر كانت نشرته صحيفة موالية للنظام الجزائري وقدمته وزارة الخارجية الروسية تماما هذا كان مثال بيّن على هذه البروباغاندا الرقيقة التي حاولت استغفال الرأي العام الجزائري أما خارج الجزائر فهذا لا يمكن ومحتر إلى عمل الجزائري لم يعد قابل للإستغفال على حسب أنا ربما هناك نوع من الكسل المعرفي يحدث عند بعض القطاعات من المجتمع الجزائري عدم الاهتمام من البحث والتدقيق في المعلومات والاكتفاء مثل ما قلت هي مثل علامات التشوير يعني يتم بث بعض المعلومات الزائفة ولسبب ربما لإرث نفسي أيام الحرب البالدة وأيام بومديين لتعاطف التلقائي مع هذا النظام لأنه يشكل مغلوب على أمره له في العشرية السوداء خير متال هذه من جهة من جهة أخرى هناك ظاهرة لا علاقة لها بالبروباغاندا وإنما هي حالة نفسية تحدث حينما تكون مجموعة يتم سيطرة عليها من جهة متسلطة تعتمد التخويف يعني يجب انتمائنا قضية التخويف من الخارج هي متلازمة ستوك هولم الخوف من الخارج وإن كان لا يريد الشر بالجزائر تعطي طبعا انصياع إلى حد ما مع ما يتم بثه في وسائل الإعلام الجزائرية المعادية للمغرب طبعا هذا لأن مجرد أن يتم البحث وتدقيق في ما يبث بشكل يومي بل على مدار الساعات حول المغرب سيتم اكتشاف أن تلك كلها خزابلات وأكاذيب رقيقة يمكن التأكد من عدم صحتها وبالتالي هذا النظام البروباغاندا الذي بنيت عليه وسائل الإعلام الجزائرية في مواجهة المغرب هو نظام منهش جدا لهذا المغرب لا يهتم كثيرا رسميا بالرد على تلك الأكاذيب لأنه يعلم أنها أولا لا تمسى الرأي العام الدولي بدليل أن الغاربية صحقة من رأي العام الدولي مع طروحات المغرب والمؤسسات الدولية المحللون والخبراء سنجد ذلك متاحا يمكن الرجوع إلى وسائل الإعلام الدولية وكذلك إلى الهيئات الدولية لنرى الكفة إلى أي تميل بالتالي هذا النظام الهش الإعلامي هو سيستنزف نفسه بسبب التكرار لأنه ليس لديه مطايات أخرى غير تكرار نظرية المؤامرة والتخويف بشكل مراضي وقد تؤدي إلى رد فعال عكسي نفسي عند الجمهور الجزائري إذا ما حدثت بعض الحوادث في السياسات الجزائرية أو أعزمات دكتوري لأي حد يمكن أن تؤدي هذه الدعاية وهذه البروباغندا إلى نتيجة عكسية يعني ربما يفتضح أمر هذا النظام بلجوء إلى الوسائل التواصل الاجتماعي يفتضح أمر وزيف هذه المعلومات المضللة مثلا وبالتالي نتيجة عكسية سأعطي مثالا ما حدث حينما تم تسويق لأكذوبة أن المغرب قد هاجم قافلة لشاحنات جزائرية داخل شمال موريطاني وتبين فيما بعد أن هذه مجرد أكذوبة وأن لم يكن هناك حادث في شمال موريطاني وأن ما حدث وداخل المنطقة العازلة وهذه الأخبار بدأت تبني عليها الجهات الرسمية في الجزائر مادة سياسية شوفينية تساعد على تسويق أو إعادة التسويق لشخصية صارمة للسياسة للقيادة الجزائرية وبات التهديد مباشرة بعد تلك الحادثة والحديث عن العقوبة ستوجه للمغرب مع مدار الأسابيع والشهور لم تحدث أي مواجهة مع المغرب ولم تجرؤ إن المغرب تعمل بالمنطقة خير إجابته الحقيقة أن المحللون والذين كانوا يمارسون التماهي مع الطروحات الرسمية من الجزائريين أقصد سواء داخل الجزائر أو خارجها باتوا يغيرون من مواقفهم تجاء هذه البروباغاندا يعني باتت محرجة إلى حد ما لأنها لا يمكن تعويل عليها لأنها ليست شفافة أولا لأنها لديها مزاعم كبيرة وطموحات أكبر من حجمها لا تستطيع القيام بها وكل المزاعم والدعاءات التي كانت تروج يفتضح أمرها وبالتالي بدأت تحفر مسافة بينهم وبين صانع البروباغاندا الجزائري لأن تحليلات تلك الجهات كانت تنبني على مكان تبته وسائل الإعلام الرسمية وكذلك الأنباء وبالتالي بات الحرج يطال كل من تماهوا مع هذه الطروحات الآن بدأنا نلاحظ الكثير من المتعاطفون سابقا من الجزائريين الذين يمارسون التحليل في وسائل التواصل الاجتماعي يسائلون هذا النظام حول مزاعمه ويطالبونه بتقديم أدلة أشياء بديهية ربما الآن تظهر لنا لكن لأن كانت لديهم ثقة عمياء في بروباغاندا هذا النظام أو لنقول كان ربما تواكل أو كسل في البحث في المعطيات باتت الآن تطالب هذه الجهات باتت تطالب بأدلة على ما تقدمه القيادة الجزائرية وهذا محرش طبعا للقيادة الجزائرية وهو السؤال الذي ينبغي أن يطالب به كل الناس سواء في الجزائر سواء في غيرها حول المعطيات والمعلومات المعلومات يمكن الرجوع إلى البحث فيها ولا ينبغي تصديقها بشكل تلقائي هذا تمرين الكل مطالب به لأنه ليس كل ما يضبط في وسائل الإعلام هو حقيقة كل وسائل الإعلام بدون استثناء إنما ينبغي التدقيق لأنه قد يطالوا الخطأ هذا هو المثير للاستغراب ربما بعد معلومات يمكن التأكد منها بنقرة زر على الانترنت ورغم ذلك يروج ويجتهد النظام الجزائري في ترويج لها الكسل الكسل لأنه ربما وجد كسل معرفي وانصياع إلى حد ما من بعض الشرائح في المتشمع الجزائري التي قابلت بهذه السردية العدائية لأن لديها عداوة نفسية قبلية تتلقى تلك الأخبار دون تدقيق ولا تريد التدقيق حقيقة حتى لو أثبت لها العكس لا تريد أن تصدق العكس وبالتالي فهناك القيادة الجزائرية لم تبدل مجهودا إضافيا في تطوير أدوات البروباغاندا نعم دكتور ربما مستوى الدعاية المغردة من قبل النظام الجزائري لم يسبق أن بلغت هذا المستوى من الحضيد ربما هل إلى حد يعكس منسوب يرتفع يعكس ارتفاع منسوب العداء تجاه المغرب يعني هذا الانحطاط الأخلاقي والسياسي لدى النظام الحاكم في الجزائر هو أظن أن السلوك المنحرف سياسيا نعكس على وسائل الإعلام والدعاية الجزائرية سواء ديبلوماسية أو غير ديبلوماسية الانحراف السلوكي عدم التوازن أو التزان في اتخاذ القرارات يعني تلقائيا ينعكس على بقية المجالات المرتبطة بالسياسة وبالتالي الدعاية الجزائرية مرتبكة مثلها مثل الدعاية يعني مثل القرار السياسي عدوانية مثلها مثل القرار السياسي ربما منسوب هذا العداء يرتفع ومنسوب هذه الدعاية يرتفع بارتفاع منسوب النجاح الديبلوماسي للمغرب بلا شك أن هذا ردفع التلقائي لأن حالة الفشل تزيد عمقا كلما زادت نجاحات الطرف المقابل العدو المفترض الذي صنعته الدعاية الركيكة الجزائرية وبالتالي كلما زادت تفوق هذا العدو المفترض كلما زادت حالة الانفعال والهجوم بالتالي كلما زادت تعاطف الدولي مع الطرف المغربي المعتدى عليه فعليا على أرض الواقع وكذلك إعلاميا من طرف الآلة الدعاية الجزائرية كلما زاد منسوب العداء فبالتالي هي عبارة عن ردود فعل من الصراخ على قدر الألم تلقائية عدوانية مرضية يجب التعامل معها بهذا الشكل ولا يمكن أن تُعطى قيمة أكبر من حجمها نعم أبدو الخبير في القضايا الجيوسياسية وتحليل البروبغاندا دكتور أمين سوسي علوي شكرا لك على كل هذه الإضاحات ونرحك في فرصة قادمة إن شاء الله شكرا لك